يقول لك الكرش يتبع الراس غني اما انا كين جوع الراس خمم اذهبوا لدخول الكوزينة واجبوا معكم كاس تحفرينة و كاس تحسميد نعم هذه الوصفة توجد في خمس دقائق خلطي الفرينة مع السميد وزيدي لها مغرف صغيرة خميرة الخبز مع مغرف صغيرة سكر ولميهم بالمدافي لما يغيب الشوية بحرزي تجريها ويبسيها اضعها في طاولة العمل و اضعها مليح مليح حتى اللي تطردك كي ملعك في فمك وحرزي تنسي الملح حطي الملح على طاولة العمل ووضفي لها شوية على الماء بعد اكينا اضع علي العجينة وعور كيها مليح مليح شوفي لازم تعجنيها ومن تكمل العجين روح يوجدي الفرماج رابي او الفرماج رابي الشيدر هو المير اعجمني بزاف في الخدمة تاعة يدوب بالخف اضع عليها سميد سميد الناعم على طاولة العمل ويضع العجينة وحليها حليها شوية وحطي فوقها الفرماج رابي ولميها كما لمينا المشحمة من قبل لما يشوفش المشحمة يرجع الفيديو السابق قد يشوف المشحمة الله 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 درناها ما شاء الله ومباشرة وحطي العجينة في البلا وزيدي حليها حتى ترقيها بعد اضع فرماج فرماج كان عندي في حمبورجر المهم اذا لا تشوفك شرط أضع حليها سوستو ماتاكا بالبالسو وحطي لها الفرماج رابي وإذا كان لديك اختياري فرماج 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 تضع زيتون ودخليها في الفرن يكون ساخن جدا على مئة درجة مئوية بعد اكتشوفها انتفخة معك كما حقا هذا الفرماج انتفخ الله 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 بعد ان تخرجها تبدأ تهود خفيفة وبنينة وعلى بريب اللي عرفتها هي البيتزا بيتزا اكس بريس من ابداعي الخاصة ايا جربوها وردوها ليا قلني قارع لكم صحة هذه الوصفة تخرج في خمس سقايق جاهزة قاضية ماضية معليكم ستأكلوها بصحتكم وإلى فيديو آخر ان شاء الله ما تساونش باللايك ربي يحفظكم بارتاج والشراك في قناة وتفعيل جرس لأسرهم كل جديد